السلام عليكم حقيقة اعتداء الشيخ مبكعطية على أحد الأشخاص في إحدى المساجد أثناء الخطبة إليكم تفاصيل ما حدث ونتمنى منكم قبل البديل لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية ولو بتشوفوا القناة الأول ما فأتمنى عمل جولة سابعة على محتوى القناة بإذن الله ستناهل أعجبكم إليكم التفاصيل فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي للشيخ مبكعطية أثناء إلقاء الشيخ إحدى الدروس في إحدى المساجد لمجموعة من الأشخاص وإذب الشخص يتحدث أثناء الدفس وهذا ما أزعج الشيخ وقال بصوت مفتفع يا جماعة في خلل هنا عايز أعرفه إنت يا ابني اللي بتتكلم ما ينفعش كده أو المرة يحصل كده وبالفعل أصب الشيخ للذهاب إلى الشخص وقال أنا لازم أقوم متعوتش أبا قاعد كده حشوف إيه الحدثة وذهب الشيخ إلى الأشخاص الذين كان يصدر منهم الصوت وقال مين بقى إلا عايز يفسد علينا علمنا سكت دلوقتي ورجع الشيخ للجلوس في مكانه بعد أن جمعهم جميعا للجلوس في الأمام وأثناء عودتي إذب شخص آخر يتحدث بصوت مفتفع فرجع إليه الشيخ وقال له حاجي لك يمكن تفتح نفسيا بتزعى ليه و بتقول إيه وحاول الشيخ مبروك عطية حمله وطالب من الموجودين أن يحمله معهم وهذه مشاهد مما حدث في المسجد تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وادمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر